اشتركوا في القناة من تعاون الصادق وبناء مع الحكومة خلال الفصل التشريعي الرابع بأدواره الأربعة وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفضل دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى مشيدا المجلس بما ميز تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية من توجهات صادقة نحو الإنجاز وجهود أثمرت عن تعديم المنجز الوطني وزيادة المكتسبات مثنينا المجلس على دور مجلسي النواب والشورى رئيسا وأعضاء فيما تحاقق من إنجازات وفي ترسيخ الممارسة البرلمانية الديمقراطية البناء التي عززت تعاون الحكومة مع المجلسين من جانب آخر عبر مجلس الوزراء عن بالغ تقديره وشكره للمواقف الدعمة لمملكة البحرين التي أبدتها كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال التزامها بتوفير الدعم اللازم لتعزيز استقرار الأوضاع المالية ما يعكس عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين مملكة البحرين وهذه الدول الشقيقة ورفع المجلس خلص شكره إلى قادة وحكومة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على وقفاتهم المشرفة دوما التي لها محلها من التقدير البالغ في مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بعدها أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة بوضع خطة جديدة لإدارة الأدوية بمجمع السلمانية الطبي والمرقز الصحية بشكل يجعلها متوفرة للمرضى بشكل مستمر دون أي نقص وأمر سموه برفع المخزون الاستراتيجي للأدوية لضمان توفير مخزون فوري للأدوية وأن يدار هذا المخزون بنظام آلي متقدم بالاستعانة بالشركات المتخصصة كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدراسة إعطاء وزارة الصحة الصلاحية للشراء المباشر للأدوية متى ما استدعت الحاجة إلى ذلك وأن يتم التنسيق بهذا الخصوص بين وزارة المالية ووزارة الصحة واللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق فيما وجه سموه أيضا إلى تعديل بعض الأنظمة المعمول بها حاليا في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية بما يضمن توفر الأدوية فيها بأقصى سرعة ودون انقطع مشددا سموه على أهمية أن ترعى مصلحة المريض أولا وقبل كل شيء وأن تكون صحته الأولوية في وزارة الصحة وإجراءاتها وذلك من خلال خدمات طبية تتكفاء مهنية وإدارية عالية وأدوية على أعلى درجة من الجودة وحسن الإدارة للموارد والإجراءات الإدارية وخاصة ما يتعلق بالأدوية شراء ومخزونا وصرفا وقد جاء ذلك في ضوء التقرير الذي أمر به صاحب السمو الملكي ريس الوزراء وزيرة الصحة بتقديمه للمجلس حول ما أثير بشأن نقص الأدوية بوزارة الصحة والأسباب التي أدت إلى ذلك رغم ما ترصده الحكومة من ميزانية للأدوية والتي تصل إلى حوالي خمسين مليون دينار سنويا ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراء في تلبية الطلبات الإسكانية القديمة والمتأخرة لأهل الدير وسمهيج وعالي واستيعابها ضمن المشاريع الإسكانية القريبة وكلف سموه وزارة الإسكانة بدراسة إنشاء مشروع إسكاني مستقبلي يخدم أهل الدير وسمهيج واتخذ رجاءات التخطيطي اللازمة لذلك كما كلف سموه الوزارة المذكورة بمتابعة احتياجات ساكني شقاق سلماباد من الصيانة والخدمات والمرافق الضرورية فيما كلف سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة احتياجات الده من المرافق والخدمات البلدية إلى ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالموافقة على استملاك عقرات للمنفعة العامة في قرية الدير وبعض الأحياء القديمة بالمحرق لتوسعة الطرق والممارات الضيقة وتوفير مواقف للسيارات فيها من جانب آخر فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حماية العمال من مخاطر العمل المحتملة وتحقيق السلامة والصحة المهنية لهم وتابع سموه في هذا السياق الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية العمال في ظل الظروف المناخية السائدة وبخاصة العمل بالأماكن المكشوفة في فصل الصيف حيث أثنى سموه على الجهود التي تبدلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال حماية العمال كما أثنى سموه على الجهود التي تبذلها هذه الوزارة للمحافظة على حقوق ومكتسبات العمال وبخاصة في مجال متابعة إجراءات سداد الأجور في موعدها المقررة دون تأخير في سياق ذي صلة فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة وإصرارها على مواصلة إجراءاتها وتدابيرها الرامية إلى الارتقاء ببيئة العمل وتطوير نظام الوقاية في مكافحة الاتجار بالأشخاص وأثنى سموه في هذا الصدد على الدور الذي تطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص رئيسا وأعضاء بإشراف من معالي وزير الخارجية مرحبا المجلس ضمن هذا السياق بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين على هذا الصعيد ومنه تصنيفها المتقدم في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص للعام 2018 بعد ذلك نظر المجلس في المذاكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا بحث مجلس الوزراء عدد تعريف جريمة تمويل الإرهاب بما يتوافق وجهود مملكة البحرين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا وتجديد عقوبته بما ينسجم مع مبادئ ومتطلبات مجموعة العمل المالي الفاتف وفي ضوء العرض الذي قدمه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ومعالي وزير الخارجية فقد كلف المجلس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية بإعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديدا المدى الثانية البند باء منه لينسجم مع المتطلبات المشاري إليها أعلى ثانيا وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار يصدر عن معالي وزير الداخلية يسمح لشركات القطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الفني للمركبة التي تقدم حاليا الإدارة العامة للمرور بعد حصولها على اعتماد الإدارة المذكورة للتقديم مثل هذه الخدمة وذلك وفق الإجراءات والضوابط والرسوب المنظمة لها والتي يتضمنها مشروع القرار أعلى الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية في مذكرتها والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثالثا بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون ضمن إطار مبادرة طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين والتي تضمنتها المذكرة المرفوع لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية حيث أحلها المجلس إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية رابعا بحث مجلس الوزراء فتح النشاط التجاري المتعلق بخدمات القطر والإرشاد أمام شركات ذات رأس المال الأجنبي بنسبة 100% وأحل المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من صعدة وزير الصناعة وتجارة وسياحة إلى اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق اشتركوا في القناة